هذه روايتنا تقول حماس وتستفيد فهل من آذان صاغية بعد مرور ما يزيد على ثلاثة أشهر من معركة طفان الأقصى أصدر المكتب الإعلامي لحركة حماس بالأمس وثيقة رسمية يوضح فيها تفاصيل الهجوم المباغت الذي شنته كتاب القسام وفصائل المقاومة يوم السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة لماذا طفان الأقصى؟ تجيب حماس في الوثيقة المطولة التي تضمنت ثمانية عشرة صفحة موضحة أن العملية كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية لمواجهة ما يحاك من مخططات إسرائيلية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والسيطرة على الأرض وتهويدها وكذلك حسم السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات إضافة إلى إنهاء الحصار الجائري على قطاع غزة ولمن رأى أن المعركة كانت في غير وقتها؟ ردت حماس بأن طفان الأقصى كان ولا يزال ضرورة ملحة في سبيل الحصول على حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس حركة حماس خصصت جزءا من الوثيقة نفت فيه المزاعم الإسرائيلية عن قتل الأطفال واغتصاب النساء وقالت إن الهجوم تركز على المواقع العسكرية وأكدت أن تجنب النساء والأطفال وكبار السن التزام ديني وأخلاقي يتربى عليه أفرادها لكنها لم تستبعد مقتل بعض المدنيين عن طريق الخطأ وذلك نتيجة احتدام المعركة وعدم امتلاكها أسلحة دقيقة وفي آخر الوثيقة دعت حركة حماس إلى وقف العدوان الإسرائيلي فورا على قطاع غزة والعمل على وقف الجرائم والإبادة الجمعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وفتح المعابر وفك الحصار عن القطاع وكذلك إدخال المساعدات وتوفير كل مستلزمات الإيواء وإعادة الإعراض ترجمة نانسي قنقر